أثناء الدرسنا اليوم سنتعلم Java Scanner في درسنا اليوم سوف نتحدث عن Java User Input Scanner بالاختصار يتم استخدامها لقراءة البيانات من الكيبورد في بعض الأحيان ترغب بأن يقوم المستخدم بأن يقوم بوضع بنفسها البيانات ولحقا تقوم بتحدي بنفسك ماذا ترغب بقيام بالبيانات من خلال Scanner يمكنك قيام بذلك من خلال Scanner يمكنك قيام بيانات من نوع نصي أو بيانات من نوع Boolean أو بيانات من نوع Byte, Double, Float, Int, Long, Short إلى آخره لكن يتمكن من استخدام Scanner في البداية يجب علينا في المشروع خاص لنا أن نقوم باستدعاء مكتبة Scanner أو ملف Scanner في Java للإستدعاء نقوم بكتابة Armor Import فراغ ثم نقوم بكتابة Java أدخل إلى المجلة Java ثم أدخل إلى مجلة يسمى UTL ثم نقوم بكتابة أرغب بي تحديد ملف يسمى Scanner لكن يتمكن من استخدام Scanner فيجب علينا أن نقوم بإنشاء متغير من نوع Object Scanner كيفية إنشاء متغير من نوع Scanner كل ما عليك أن تقوم بكتابة Scanner أول حرف كبير ثم فراغ ثم تقوم بتحديد بنفسك الاسم المتغير الذي ترغب بالتخزين ضمنها Scanner من خلالها لاحقا يمكن أن نقوم بالطلب من المستخدمين يقوم بتعبيد البيانات لنفترض أرغب بالتسمية لأسكنر بقراءة البيانات من خلال كيبورد عندما يقوم من استخدام بتعبيد البيانات من خلال الكيبورد لنفترض أرغب بإنشاء متغير من نوع بيانات النصي على سبيل مساء أرغب بإنشاء متغير أسميها إيميل يساوي وأرغب على سبيل مساء بالتحديد قيمة على سبيل مساء test.gmail.com ماذا لو كنت أرغب بذل أن أقوم بالتحديد بنفسي البيانات أرغب بإن يقوم من استخدام بتعبيد البيانات ويتم تخزينه ضمن المتغير التالي يمكنك زيلك من خلال السكنر بالسهولة كن مع عليك أن تقوم بالتحديد المتغير الذي قمت بالتخزين دمنيا متغير من نوع السكنر ثم تقول نقطة ثم تقوم بالتحديد أي نوع من البيانات ترغب بقراءتها إن كنت ترغب بقراءة البيانات من نوع النصي قم بكتابة Next Line قم بالتحديد حسب نوع البيانات التي ترغب بالتخزينها هنا النقطة مهمة البرنامج في جسدو كود لا يتعم السكنر في D-Book Console إن كنت ترغب باستخدام السكنر فينزح باستخدام البرنامج انتليجي أو موقع يدعم السكنر أو تقوم بتعديل فيه أعدادات برنامج في جسدو كود كيفية عرض البيانات قم بالتوجه إلى Settings ثم قم بالبحث Java D-Book ثم قم بتحديد أرغب بيعرض البيانات من خلال تيرمينال خارجي أو تيرمينال داخلي ينصح بالتيرمينال الخارجي لنضغط على الروم مثلا ما تشاهد لن يعمل ولكن التيرمينال لا يدعم اللغة العربية يدعم فقط الأحرف اللغة انجليزية هذه النقطة مهمة إن كنت ترغب بأن يدعم أيضا لغة عربية قم باستخدام برنامج انتليجي طبع في مثال حالي مثلا ما تشاهد يطلبون بأن نقوم بوضع البيانات ولكن نحن لم نقوم بتحديد ماذا نرغب بقيام بالبيانات وأيضا المستخدام في وقت الحالي لا يعرف ماذا يقوم ينصح بدايما قبل أن تقوم بطلب من المستخدام بأن يقوم بتعبية شيئ ما تقوم بطبع الرسالة أرغب بكتابة Enter your email ثم لاحقا أرغب على سبيلسال بي عرض ماذا قام المستخدام بالتعبية أرغب بي نقول على سبيلسال email أطبع للنص التالي زائد القيمة اللي يجب لكم المتغير email مثلا ما تشاهد لنفتح أرغب بي وضع الإيميل التالي مثلا ما تشاهد تمكننا من قراءة البيانات وقمنا بتخزين ضمن المتغير التالي ولاحقا قمنا بتحديد بنفس ماذا نرغب بقيام بالبيانات الذي تم قراتها قمت بطلب بعرضها نقطة مهمة سوف أقوم معلوم بيعطيكم بسهل كيفية استخدام Scanner في برنامج Intelligent في برنامج Intelligent سهلة جدا كل ما عليك تضغط على زر يمين موز ثم تقول run قم بري تشغيل الملف التالي مثلا ما تشاهد لنقوم بوضع أي شيء مثلا ما تشاهد يعمل بسهولة لنقوم بوضع باللغة العربية لنقوم بتجربة مثلا ما تشاهد اللغة العربية يعمل من دون أي مشاكل في برنامج Intelligent إن كنت ترغب بالشدة بي أن تقوم باستخدام Scanner في جميع دروس أنصح أكوم باستخدام برنامج Intelligent البرنامج في جيسد الكود يمكنك استخدامه إن كنت ترغب فقط باستخدام الأحرف باللغة الإنجليزية لنقوم بوضع أي شيء مثلا ما تشاهد الآن تعلمت كيفية استخدام Scanner في برنامج Intelligent أيضا أنا سوف أعود إلى البرنامج في جيسد الكود لنفترد أرغب بي إن شاء ما تغير من نوع بيانات أرقام على سبيسة أرغب بي تسمية H العمر وأرغب بي أن يقوم المستخدام بتعبيد البيانات لنفترد أرغب بي تقزيم بيانات من نوع الأرقام الذي لا يحتوي على الفاصلة إذا نقول Keyboard أرغب بي قراءات بيانات من نوع Integer والعقن أرغب بي عرض البيانات فقط مثال طبعا لكي يعرف المستخدام ماذا يقوم أرغب بطبع الرسالة Enter your H فقط رسالة قم بتحدي بنفسك أي الرسالة أنت الحرب في الاختيار أنا فقط أعطيكم بعض أمثلة لنقوم بتجبه مثلا ما تشاهد نقطة أخرى مما لنفترد أرغب في البداية بي قراءات بيانات من نوع الأرقام أو بيانات ليس من نوع بيانات النصي ولعقا أرغب بي قراءات بيانات من نوع النصي ماذا سوف يحدث مثلا ما تشاهد عندما وصل البرنامج خاص من الجهز التالي لقراءات بيانات من نوع النصي لم يعود يعمل بشكل صحيح لأن عندما تقوم باستخدام سكانر لقراءات البيانات ليس من نوع بيانات النصي في البداية ولاحقا ترغب بقراءات بيانات من نوع النصي سوف تواجه هذه المشكلة لأن سكانر يبقى بنفس السطرة عندما تقوم بقراءات بيانات ليس من نوع بيانات النصي هذه المشكلة تواجه في سكانر كيفية تحل هذه المشكلة قبل أن تقوم بقراءة بيانات من النوع النصي قم بجعل الاسكانر يبدو بسطر جديد عبر كتابة المتغيلة التي تقومت بتخزين دمنها اسكانر ثم تقول Next Line تقول أبدو بسطر جديد لنقوم بتجربة لنشاهد هل تم حل المشكلة مثل ما تشاهد تم حل المشكلة لنفترض قام المستخدم بوضع بيانات مختلفة عن النوع البيانات الذي نتوقع بين يقوم بوضعها لنفترض قام بوضع بيانات من النوع النصي بدلا من نوع الأرقام إنتجار ما هذا سوف يحدث مثل ما تشاهد البرنامج خاص بك سوف يتوقف عن العمل بسبب الخطأ الذي قام المستخدم بارتكامها كيف يمكننا نقوم بتجعل البرنامج خاص بنا لا يتوقف وفي حال قام المستخدم بوضع بيانات ليس من نوع البيانات التي تتوقع بين يقوم بإدخالها تقوم بعرض لها رسالة خطأ أو أي شيء آخر يمكننا نقوم باستخدام TryCatch التي استعلمناها في الدروس السابقة هنا نقول في حال حدث خاطمة أرغب على صحيحة بطبع الرسالة التالية قم بتحدي بنفسك أي أوامة ترغب بنتم تنفيذها أنا ربي أرد الرسالة الخطة التالية البيانات غير صحيحة على صحيحة مثل ما تشاهد البرنامج خاص بنا ما زال يعمل وقام بطبع الرسالة الخطة التالية لأن المستخدم قام بوضع بيانات يختلف عن النوع البيانات التي نرغب بها لنقوم بوضع تست مثل ما تشاهد يعمل نقطة أخرى مما بخصوص الجزء التالي لا تقوم ببدأ السكانر بسطر جديد في حال كنت لا ترغب بقراءة بيانات ليس من نوع بيانات النصي في البداية يعني في حال الجزء التالي لا يتواجد نحن نرغب فيه مثال حالي باستخدام السكانر لقراءة سطر بيانات من نوع النصي في هذه الحالة لا تقوم بوضع الجزء التالي لأن الجزء التالي نحن لسنا بحاجة إليه قم بوضع الجزء التالي في حال كنت ترغب في البداية بقراءة بيانات ليس من نوع بيانات النصي ولحقا ترغب بقراءة بيانات من نوع النصي لنقوم بتجمع مثل ما تشاهد طيب مثلو قمت بوضع الجزء التالي مثل ما تشاهد الجافا كأنه يطلب مننا بيانات نقوم بوضع بيانات في سطرين النقطة أخيرة مما إن كنت ترغب بي عرض النتائج من خلال ديبو كونسول ولا ترغب بي استخدام السكانر للترغب الحالي يمكنك توجه إلى الأعدادات ثم قم ببحث جافا ديبو كونسول وتقول أرغب بي عرض النتائج من خلال كونسول البرنامج في جسود كوت لا يدعم السكانر من خلال ديبو كونسول إن كنت ترغب بي استخدام السكانر قم بي استخدام ترمينول أو برنامج انتليجية أو برنامج آخر أراكم في الدرس القادم لك أن نتعلم المزيد إلى اللقاء